بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكم في ترس جديد من موقع دروسOnline.com ان شاء الله النهاردة هنتعلم ازاي تحول اي صورة لصورة مرسومة بالألم رصاص فأول خطوة معنا هنعملها هي ان احنا نفتح صورة زي الصورة دي كده والحقق فيه طريقتين ان انت تتحول اي صورة لصورة مرسومة بالألم رصاص فيه طريقة بسيطة ان انت ممكن تروح للفلتر بعدين فيلتر جالوري ممكن تخلي ديت فيت ان فيو عشان نشوف الصورة كلها بعدين تضغط على اسكتش و بعدين بتقلب في الاختيارات ديت وتغير في الاعدادات اللي هي اللي على يمين ديت عشان توصل للنتيجة المطلوبة او فيه طريقة يعني بروفيشنال اكتر او بتحكم في الصورة بشكل اكتر وديت اللي احنا نشرحها ان شاء الله دلوقتي يريد تتابع الخطوات وتلاقيها طريقة سهلة جدا ان شاء الله اول حاجة بنعمل duplicate layer بعدين نسختين من الصورة بعدين بنقف على الصورة اللي هي اللي فوق بعدين بنروح ل adjustment layer وبنختار hue and saturation بعدين بنقلل لسالب 100 بعدين بنقف على الصورة اللي فوق اللي هي الكوب اللي احنا عملناها وبنخل ال blending mode color dodge فالصورة بان بالشكل ده وبعدين بنختار اللي هي الكوبي وبعدين بتضغط ctrl i اللي انت عملته وانت عملت invert الالوان اللي في الصورة او عملت صورة سلبية من الصورة شو متفهم احنا عملنا ايه بالزبط بس لو اتبعت نفس الخطوات هتوصل ان شاء الله وبعدين بتروح ل filter وتختار blur Gaussian blur بتجد الصورة بتظهر بالشكل ده بتحكم انت بقى في درجة الظهور من المؤشر ده يمين او شمال زي ما تحب شايف ان نتيجة دي نتيجة كويسة جدا فكده بكون حاولت الصورة من صورة بالشكل ده ممكن لو شفت الصورة اول ما فتحناها بعدين حاولناها الصورة مش الالم الرصاص هذا كان الدرس النهاردة شكرا واتنسوش تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك وموقعنا دروسونلاين دوتكم شكرا